اهلا بحضراتكم في هذه التغطية من تلفزيون اليوم السابع واللي هنتحدث فيها عن ازمة جديدة بتواجهها قارة اوروبا طبعا بجانب عدة ازمات اخرى بتواجهها القارة العجوز حاليا زي نقص الطاقة التضخم والامور اللي كان لها انعكاس على غلاء المعيشة الازمة اللي بتواجهها اوروبا حاليا هي ازمة نقص المحاصيل الزراعية خاصة الحبوب وده بعد انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب خلينا اوضح لحضراتكم يعني اللي رصدته بعض الصحف الاسبانية واللي قالت انه بعد مرور اكتر من ثلاث شهور على الاتفاق بين اوكرانيا وروسيا برعاية الامم المتحدة للسماح باستقناف صادرات الحبوب مع ذلك انه بعد عشرين يوم من التاريخ الرسمي للانسحاب الروسي من اتفاقية تصدير الحبوب بدأت جميع انزارات الامن الغذائي العالمي تدق مرة اخرى وده بعد تخلي روسيا عن اتفاقية ممر الحبوب في البحر الاسود وخطر المجاعة اللي تجلى مرة اخرى في هذا المشهد المشهد المأساوي اللي وضحته الصحيفة الاسبانية اكد على حقيقة وهي ان اوروبا اول من يعاني على الفور من عواقب الصراع الروسي الاوكراني الحقيقة انه اسعار الامح والزورة ارتفع بشكل جنوني في اوروبا بنسبة تخطيط يمكن 7.7% فقط في 3 ايام مع نضرة بعض المواد الغذائية والمواد الخام في اوروبا وده عمق بشكل الازمة ازمة الغذاء بالاضافة الى انخفاض واردات الحبوب والزيوت النباتية الاوكرانية وايضا انخفاض في الصادرات الروسية الى اوروبا يعني انخفضت مثلا واردات الاسماك البيضاء من روسيا الى اوروبا واللي بتصدر يمكن 22% الاتحاد الاوروبي كمان بنتكلم عن الشعير الامح الاسمدة ودي بعض المنتجات لتوقفت روسيا عن توفيرها بنفس الكميات السابقة الى اوروبا الحقيقة كمان انه اسعار المواد الغذائية التزجر طفعت به نسبة تخطيط 12.7% في اوروبا خلينا اقول لحضراتكم انه ضمن الازمات اللي بتعيشها اوروبا معها قرب فصل الشتاء يعني ارتفاع الاسعار الغاز يمكن يوم الاربعاء المواد ارتفعت بقيمة 1300 دولار لكل 1000 متر مكعب وارتفعت اسعار الوقود في العقودة الاجلة للغاز في اوروبا بنسبة يمكن تخطيط 13% يعني ازمات كتير بتحيط بيئة القرى العجوز يمكن هي الاكثر تضرورا من الازمة الروسية الاوكرانية رصدنا لحضراتكم في تغطيط سابقة يعني ارتفاع الاسعار غياب بعض السلع الغذائية عن الاسواق نقص الوقود في محطات الطاقة والبنزين ودلوقتي بنتحدث ايضا عن نقص في الحبوب الغذائية اوروبا بتعاني ازمة شديدة جدا ويعني لن تنتهي هذه الازمة طالما ان الازمة الروسية الاوكرانية مستمرة والصراع بين امريكا وروسيا مستمر نتمنى ان احنا في مصر وفي دول المنطقة لا نتأثر اكيد في صعوبات وفي تحديات وفي تأثر شديد لكن الحمد لله اننا لا نواجه ما تواجهه الشعوب الاوروبية من غياب تام لبعض المنتجات والسلع وارتفاع شديد في اسعار سلع اخرى لكن الحمد لله امور مستقرة وانا تمنى ان تظل مستقرة في بلدنا العزيزة مصر بشكركم شكرا جزيلا على متابعتنا ومستمرين في تغطياتنا على مدار اليوم من تلفزيون اليوم السابع الى اللقاء